اشتركوا في القناة 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 ولا كي ما انا كنت شوفوا بينسيوك تحطوها فوق نار وتقعدو تحركو حتى تحصلو على هاد الخالط راح نزيد كمية من المعدنوس معدنوس ما تديروش كامل خلو شوية باش زينو به طبقتعكم في الاخير هنا نسيت ما قد لكمش لبنات بعد ما يطيب المارق تاعي ناخد قطعة من الدجاج ونفتتها ومتحصل على هاد الشكل اللي راح نزيدو في الخالط اللي نحشي به اللي كورني انا اخديت هنا قطعة تعسدر نزيد هنا زيتون اخضر يعني مقطع صغير من الاحسن خضر ومشي كحل بس كحل يفسدلكم اللون تعلقين زيادة على ذلك راح نزيد الشامبينيون اللي كوت قطرتو مليح من الما وقطعتو صغير وبلما ننساو جوبن مبشور يعني كي ما نعرفو كامل ما كاشي ما يحبش فروماج ويزيد بنا للاكلتانا نونك راح نتحصل على هاد الكريم في الاخير شوفوا القوام بتاعو يعني ولا وتعمرو به اللي كورني فالا البنات هم اللي كليكو غني بعد ما تقلوا يعني ما ياخدوش وقت ويتنحو فاسين موم لعمول راح نعمرهم بالكريمة ونتحصل على هاد الشكل كي ما راكو تشوفو كنت زد شوية جوبن مبشور من الفوق يعني كنوع من تزيين نونك ما بقالي غين ديرهم في طبق تقديم بيان سور ورح نرافقهم مع هادك المارق اللي كنا حضرناه من قبل ايه فالا كي ما راكو تشوفو بنات هاد الشكل نيها ايضا طبق تديرنا سفيريا دمي جيزبيت ولا سفيريا غوبيزيتي نتمنى ان شاء الله هالوصفات تكون عجبتكم كنت زد لها شوية مع دنوس من الفوق كنوع من تزيين يعني ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب تلاولي فرحكم بزد ساف ونتلاقى فيديو الجاي ساحة فترككم اشتركوا في القناة